دايماً كنت بشوف صور كتير لنبات معين طالع وسط الأسفلت أو البلاط أو في أي مكان صعب تتخيل أصلاً أنه ينمو فيه كنت بفكر أنه فعلاً أسوأ حاجة ممكن تحصل لأي إنسان هي أنه يتولد أو يتحط في الظروف قهرة تقف بينه وبين حلمه أو حتى بينه وبين الحياة الطبيعية وده لأنه ظروف ولادتنا وحياتنا بشكل عام هي حاجة ما لناش أي اختيار فيها فبنفضل طول عمرنا عايشين نقاوم شيء إحنا مختارناهوش وما كانش لنا أي زنب فيه من البداية بس زي ما كنت بفكر في الجانب الصعب ضمن الحكاية وبحس بالحزن والزعل على أي شخص ممكن تكون ظروفه قدت إلى تدمير حياته بس كمان كنت بفتكر قصص النجاح الكتيرة في حياتنا وفي مجتمعاتنا وبيرجع لي الأمل تاني وبحس إنه لو ظروف كانت صعبة أو شبه مستحيلة فاحنا دايما نقدر نخلق من المستحيل ده واقع جديد تكون أحلامنا جزء منه الحاجات كتيرة طبعا لنس عظماء قدروا يتحدوا ظروفهم وينتصروا على المستحيل ويكونوا مصدر حقيقي فخروا سعادة لنفسهم والكل اللي حواليهم فيهم اللي مشهور ونعرف اسمه وقصته ودرسنا حياتها في مدارسنا وفيهم ألاف من المجهولين اللي محدش يعرف عنهم حاجة لكن هم عارفين نفسهم كويس وعارفين هم قدروا يحققوا إيه وأكيد فخورين باللي عملوا في حياته واحدة من الحكايات اللي دايما حقيقة بتيجي في بالي لما بفكر في حاجات زي الأمل والنجاح وتخلص من الفشل المصطلحات الكبيرة دي هي حكاية جاي كيري رولينج أنا عارفة إنه الحكاية معروفة وإحنا كمان عارفين طبعا سلسلة الأفلام وروايات هاري بوتر المشهورة جدا لكن وراء المتعة والتسلية اللي بناخدها من الكتب والأفلام دي في حكاية ملهمة جدا عن المسابرة والتعب وتحقيق الحلم مهما كان صعب ومستحيل جاي كيري رولينج كتبت روايات دي وهي بتحاول تربي طفلها وكانت بتشتغل في نفس الوقت في وظيفة أكيد ما كانتش بتحبها علشان تقدر تعمل ده تربية الطفل الوحدة أنا عارفة إنكم أكيد هتستغربوا بس روايات هاري بوتر اترفضت فعلا عدد كبير جدا من النشرين كممكن وقتها تحس إنه ما فيش عمل أو تفقد إيمانها بموهبتها في الكتاب لكن اللي حصل إنها فضلت تحاول لحد ما فيه فعلا دور نشر قبلت الجزء الأول من الرواية واللي حقق نجاح منقطع النظير كان سبب في إنها تكمل باقي الأجزاء ويتحول الحلم الصغير لواحد من أهم الكتب في التاريخ وده وصل جاي كي رولنج في النهاية إنها تكون واحدة من أغنى الكتاب بنتكلم عن سروة وصلت لحوالي مليار دولار حكاية جاي كي رولنج ممكن تكون مصدر أمل وتشكيع لملايين الستات في العالم خصوصا اللي شايلين عبق تربية ولادهم لوحدهم وممكن من أهم النقط اللي دايما بركز فيها لما بقرح حكايتها ودايما بتلفت نظري هي تعاملها مع الرفض صحيح كلنا ممكن يكون عندنا ظروف صعبة بس في الأغلب بيكون حوالينا ناس مؤمنين بينا ناس بتشجعنا ناس شايفة إن إحنا نقدر دايما نكمل لكن الملفت في حكاية جاي كي رولنج هي إنها رغم موهبتها اترفضت تقريبا من كل دور العرض اللي قدمت فيها وقدرت تتعامل مع الرفض ده ودي مهارة الحقيقة أو قدرة مهمة جدا في أي نجاح واحد من الأمثلة المهمة كمان في مسألة التعامل مع الرفض هي حكاية العلامة التجارية الكبيرة جدا كيف سي ومؤسسة القولينال هارلند ساندرز اسمه كده إحنا هنا بنتكلم عن أكتر من 25 ألف فرع لمطاعم الشركة في كل مكان في العالم تقريبا لكن الإمبراطورية الكبيرة دي بدأت برضو بمقاومة الرفض لأن ساندرز الحقيقة حاول يقدم وصفته للفراخ المقلية مرات كتيرة جدا قبل ما ينجح وكل مرة كان بيفشل أو بيترفض فيها كان بيرجع يشتغل على وصفته تاني ويحسنها لحد ما قدر يحصل على صفقة الامتياز تخيلوا هو عنده كم سنة؟ وهو عنده 66 سنة تخيلوا معايا كده أنه الشخص ده فضل يحاول مش هقول 66 سنة لأنه ممكن يكون ابتدى هو عنده 20 سنة فنقول مثلا 46 سنة أو 40 سنة 40 سنة من المحاولات والفشل رغم أن أي حد ما كانه ممكن يجرب مرة واثنين وتلاتة وبعد كده يقول خلاص ما كفاية بقى يعني لو ندور بقى على الحاجة أسهل ما واضح أنه مش نافع حيانه الملهم في قصة ساندرز وجاي كي رولنج هي الحاجة اللي ممكن نسميها الروح الصلبة عند الإنسان دي بتتوصف التنمية البشرية على أنها قدرة فطرية على المقاومة يعني حاجة كلنا المفروض مولودين بيها عندنا جوانا بتساعدنا وبتشجعنا على المحاولة مهما كان عدد مرات الفشل صحيح مش كلنا عندنا نفس القدرة على التصميم والمعافرة مع الفشل إلى أننا كلنا على الأقل عندنا جزء منها لازم نشتغل عليه ونكبره ونحاول نكبر ونتطور معاه الملفت كمان في القصتين هو قدرتهم على التعامل مع الرفض دي أكتر حاجة لفتت نظري واللي بيعتبر واحد من أكتر الحاجات المقلمة اللي ممكن تحصل لأي شخص فينا والرفض تحديدا شعور مقلم جدا لأنه بيحسسك أنك مش كفاية أو أنك أقل من المطلوب سواء بقى كان الرفض ده في الشغل وفي حياتك العملية أو كان رفض عاطفي من حد بتحبه أو حتى رفض تتعرض له من أقرب الناس ليك زي أهلك أو صحابك ده بيسموه رفض اجتماعي وممكن من أصعب الحاجات في الشعور بالرفض هو أنك ممكن تكون فعلا عملت كل حاجة كل اللي عليك وبرده ترفض وأخطر شيء ممكن يحصل لك وقتها هو أنك أكيد هتفقد ثقتك في نفسك وتصدق فعلا أنك أقل من المطلوب لكن في الحقيقة ما فيش حد فينا فيش حاجة اسمها أقل من المطلوب لأن لو تكلمنا في الجزء العاطفي فاللي بيحبك من المفترض أنه يقبالك زي ما أنت على رغم من يعني تحفظي على يقبالك زي ما أنت لأنه إحنا بطبيعتنا البشرية بنحاول دايما نتطور ونكون أفضل شكل لنا ولو تكلمنا في الجزء العملي فالرفض ممكن نعتبره درس أو فرصة لنا نشوف من خلالها نقطة ضعف اللي عندنا ونعالجها ونرجع أحسن ونحاول تاني وتانت ورابع وعاشر لحد ما ننجح ولو نتكلم عن الرفض العاطفي يمكن بشكل منفصل فنقدر نقول أنه بيشبه الألم الجسدي في حالات كتيرة جدا أو في بعض الأحيان بيكون حتى أشد لأنه ما بينفعش معاهم السكنات وده بسبب أن الطبيعة البشرية بتميل للانتماء سواء كان الانتماء ده لعيلة أو لشخص أو حتى لشعور معين زي النجاح وهنا الرفض ممكن يغير صورة الإنسان عن نفسه جواه ويخليه حس إنه منبوز وده بيكون ضد طبيعته أو فطرته اللي بتميل للانتماء زي ما قولنا في دراسات كتير بتقول أنه الراجل بيتأثر بالرفض أكتر من الست خصوصا لو كان رفض عاطفي والحقيقة إنه من حقه أي حد إنه يرفض وجود شخص معين في حياته أي أن كان شكل العلاقة اللي بينه لكن المهم إنه ده ما يهزش ثقة الطرف المرفوض في نفسه وإنه بيكون دليل على طبيعة شخصية الشخص اللي رفض أكتر من الشخص اللي ترفض وأكيد أنا وإنتم أو أي حد فينا هيرفض شيء أو هيرفض شخص معين في مرحلة في حياته وده طبيعي جدا وما فيهوش أي حاجة عيب أو غلط لأنه من كل بني قدم حر من حقه يرفض ومن حقه يقبل وده ملوش علاقة بينا أو ملوش علاقة بصورتنا عن نفسنا ده ليه علاقة بالشخص اللي رفض وكمان الحقيقة إنه من الأثار السلبية اللي ممكن يتسبب فيها الرفضة عندنا هو الخوف أصلا من التجربة يعني لما نشوف حوالينا حالات كتير الناس قريبين مننا أو حتى يعني بعيد عننا حياتهم بتتدمر أو بيدخل فيها حالات حزن واكتئاب بسبب الرفض فنخاف إحنا كمان إنه تحصل لنا نفس الحاجة وده يخلينا ما نحاولشه أصلا صحيح هتفتكر نفسك في أمان وقتها وبعيد عن أي فشل أو بعيد عن أي ألم لكن مش هتاخد بالك برضو إنك بعيد حتى عن الحياة بتضيع كل فرصك فيها عامل زي الواقف على شط البحر علشان خايف يغرق طيب هو فعلا مش هيغرق بس برضو عمره ما هيلمس المياه أو يحس بيها أو يعرف شعورها الرفض مش شيء مريح طبعا بل ممكن يكون شيء مؤلم ومحرج لكنه ضرورة لاستمرار الحياة والتطور الرفض تجربة أساسية ممكن يمور بيها ناس كتير لكن اللي بيعرف يستخدم الرفض دايما ويتقبله بهدوء وما يتعاملش مع مسألة الرفض على إنها مسألة شخصية مرتبطة بشكله أو قدراته أو اللي بيقدر في النهاية يمكن ليها علاقة بيه هو هو الشخص اللي بيقدر يتخطاه ويستفيد منه الحاجة الوحيدة اللي ممكن تمنعك ودمرك فعلا هي اليأس وعدم الإيمان بقدراتك وإنك تقدر دايما تكون أحسن في كل يوم عن اليوم اللي قبله دي كانت نهاية حكايتنا النهاردة في حكايات معلمة لكنها أكيد مش هتكون نهاية قصص وحكايات لسه فيه كتير هنشوفها ويمكن أكيد هتكون في الحلقات اللي جاية تابعونا واكتبونا في التعليقات إيه هي أكتر القصص اللي قرتوها وعشتوها وغيرت طريقة تفكيركم أو نظرتكم للحياة هستنى كتابتكم علشان أقراها ويمكن نتكلم عنها كمان في الحلقات اللي جاية باي باي